موسيقى موسيقى قل لي من تعاشر أقول لك من أنت قل لي من هم أتباع القائد هذا يعرف عن هوية القائد أهلا ومرحبا أحباء المشاهدين أحييكم تحية النعمة والسلام في هذه الحلقة من برنامج ليكن نور وحديث اليوم سيكون عن تلاميذ المسيح من هم تلاميذ المسيح؟ ما هي صفاتهم؟ كيف اختارهم المسيح؟ ما هي الكفاءات الموجودة عندهم؟ وكيف شكلهم يسوع المسيح؟ وكيف كانت دعوتهم وإرساليتهم أيضا؟ إن رؤية دقيقة في حياة التلاميذ أكيد ستخبرنا عن القائد اللي تبعوا واللي خدموا واللي طبعا ضحوا بحياتهم من أجل قائدهم واليوم رح نلقض على هذا الموضوع بعنوان من هم تلاميذ المسيح؟ وإذا قدرنا نعرف من هم تلاميذ المسيح؟ هذا طبعا بيعكس الصورة على الهوية والشخصية اللي اختارتهم دعتهم وأرسلتهم أيضا موضوع كتير كتير مهم كيف 12 تلميذ من تلاميذ المسيح استطاعوا أن يغيروا العالم يعني 3 قارات؟ كيف استطاعوا أن يوصلوا الرسالة وإرسالية المسيح في أصعب وأحلك الظروف في أمور كانت مضادة ضدهم وعكس اتجاههم وكانوا يعملون ضد التيار لأن محبتهم كانت شديدة ليسوع المسيح شو اللي غيرهم؟ شو اللي خلاهم أن يضحوا بكل غالي ونفيس؟ ولسيما عندما دعاهم يسوع المسيح لم يعدهم بأي شيء لكنه أعطاهم القرار والاختيار أن يتركوا أن لا يتبعوا ووعدهم بطريق ليس مفروشا بالورود ولا بالغنى ولا الكرامة لكن طريق مفروش بالآلام والضيقات والمواجهات والاضطهادات أيضا ما الذي يجعل من تلاميذ المسيح حبا إلى أبعد الحدود بينما بالكلام البسيط العادي العامي في هذه الأيام لا فيها ربح ولا فيها طموح ولا فيها أي شيء اللي ممكن يستفيد منه لكن على العكس فيه خسارة كل شيء من هم تلاميذ المسيح؟ أنا بدعوك أنك تشاهد هذه الحلقة وطبعاً رح تظهر أرقام التلفون على الشاشة فيك تتواصل معنا ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل موسيقى 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 أهلاً أحبائنا مشاهدينا في كل مكان أنتم تشاهدون ليكون نور بث مباشر على القناة الفضائية قناة الحياة من هم تلاميذ المسيح؟ خليني أعطيك صورة ولو مبسطة صغيرة رح أقرأ بعض الآيات من كلمة الله من الإنجيل المقدس بحسب بشارة متى الإصحاح العاشر رح أقرأ من الآية الأولى ثم دعا تلاميذه الإثنى عشر وأعطاهم سلطاناً على أرواح نجسة حتى يخرجوها ويشفوا كل مرض وكل ضعف وأما أسماء الإثنى عشر رسولاً فهي هذه الأول سمعان الذي يقال له بطرس وأندراوس أخوه يعقوب بن زبدي ويحن أخوه فليبوس هؤلاء الخمسة الأولى طبعاً الحلقة المصغرة والأربعة الأولى الخمسة الأوائل جاءوا من بيت صيدة عند بحيرة طبرية في الجليل ثم أحباء منواصل فليبوس وبرتلوماوس تومة ومتى العشار يعقوب بن حلفة ولباوس الملقب تداوس سمعان القانوني طبعاً في بشارة لوقة سمعان الغيور ويهوذة الإسخريوطي الذي أسلمه هؤلاء الإثنى عشر أرسلهم يسوع وأوصاهم قائلاً إلى طريق أمم لا تمضوا وإلى مدينة للسامريين لا تدخلوا بل اذهبوا بالحري إلى خراف بيت إسرائيل الضالة وفيما أنتم ذاهبون لاحظ السلطان السلطان المسيحي اللي بيعطيه للتلاميذ اكرزوا واحد قائلين إنه قد اقترب ملكوت السموات اشفوا مرضى اثنين تلاتي طهروا برصاً أربعة أقيموا موتى خامساً أخرجوا شياطين مجاناً أخدتم مجاناً أعطوا هذه الإرسلية كانت للإثني عشر تلاميذ يسوع المسيح ولاحظوا أن هذه الإرسلية بسميهم التلاميذ دعا تلاميذهم وعطاهم سلطاناً يعني سلطان رسولي اللي هم الرسل أصبحوا رسل يسوع المسيح طبعاً هم تبعوا يسوع المسيح الرب يسوع دعاهم بالكلمة المشهورة اتبعني وعندما تبعوا يسوع المسيح تركوا كل شيء ثم أصبحوا تلاميذ عادة في أيام المسيح كل رباي عنده مجموعة من التلاميذ البعض اللي بروح للرباي وبيطلب أن يكون تلاميذ يتعلم يتدرب تحت إيدي ولكن بحالة يسوع المسيح هو استدعى التلاميذ وقال لهم اتبعني وعندما قال هذه الكلمة تركوا كل شيء وتابعوا يسوع المسيح تلميذ هي الكلمة العبرية من تلميذ اللي هي تلميذ باللغة العربية المتعلم أو يتعلم هؤلاء التلاميذ عندهم القابلية للتعلم يعني تبعوا يسوع المسيح لكي يكونوا تلميذ ولكي تكون لهم القابلية للتعلم ثم أصبحوا رسل الرسول هو الشخص المرسل الذي يحمل رسالة رسالة القائد أو المسؤول ويتفوه برسالة القائد أو بكلام القائد يعني مثل شخص مخول مكلف برسالة بإعلان يعني زي السفير يعني واحد من الأسماء كمان أتباع المسيح هم صفراء السفير هو الذي يمثل بلده يعني لا يتكلم برأيه الخاص ولا بفكره الخاص ولا بتعليمه الخاص لكنه يتكلم بفكر بلده يمثل بلده قرار بلده لكي لا يأخذ القرار بنفسه وهؤلاء الذين دعاهم يسوع المسيح كانوا تلاميذ يتعلمون يتدربون مع الرب يسوع لمدة ثلاث سنوات وهم رسل أيضا لأنهم أرسلوا كانوا مرسلين من الرب يسوع المسيح والخدمة يعني كان فيها أوامر إلهية كملك أو كقائد عسكري وهذه الأوامر أحبائي بكل بساطة مثل ما ذكرت خمس أوامر يقول لهم اشفوا مرضى طهروا برصا أقيموا موتى أخرجوا شياطين مجانا أخذتهم مجانا أعطوا والكلمة الأولى اكرزوا هون أعطاهم إرسالية يكون عندهم سلطان على العالم الروحي والعالم المادي العالم الروحي هو إخراج الشياطين والحرب الروحية يحاربون ويجاهدون روحيا ضد الأرواح الشريرة والنجسة فكانت إرساليتهم إخراج الشياطين والأرواح الشريرة وفي العام العالم المادي هو العالم المرئي أي أنهم كانوا يطهروا البرص ويشفوا المرضى ويهتموا بإحتياجات الناس من هم تلاميذ المسيح؟ دعونا أقول عدة أمور أحبائي كل قائد عظيم لابد أن يقوم بعمل مميز بدعوة مميزة وطبعا اختيار التلاميذ هو تعبير عن هوية القائد لأن فعلا التلاميذ هي صورة مصغرة وتعبير عن هوية القائد إذا كان القائد لطيف محب متسامح كريم هكذا التلاميذ إذا كان القائد مستغل قاتل نجس إذا كان القائد عنده أفكار شريرة أتباعه رح يتجه بنفس الفكر وبنفس العقلية فقل من ترافق أقول من أنت أو من أي نوعية من الناس فالمسيح طبعا كقائد يعني يقوم بعمل عظيم جدا يختار أتباعه حتى يكملوا الرسالة وحتى يكملوا الإرسالية لكن طب شلو بيميز اختيار المسيح لتلاميذ المسيح خليني أقول عدة أمور أول شيء أحبائي المسيح اختار ناس عاديين ناس عاديين مثلك ومثلي الخمس أسماء الأولى يعني يحنى وأخوه بطرس وأخوه فليبوس كانوا من بيت سيدة كانوا صيادين السمك عند بحيرة طبرية كان ناس هارد ووركينج بيبول بيشتغلوا بالأيادة بيتعبوا بعرق جبينهم وبيتعبوا كل الليل حتى يمسكوا شوية سمك يغدوا أو يطعموا العيلي يحطوا خمز على الطاولة وفي نفس الوقت يبيعوا شوي حتى يربحوا ويكملوا حتى يشتروا احتياجاتهم من قمح من خضرة وفاكهة هاي الناس أو هؤلاء أتباع المسيح كانوا عاديين لاحظ لم يكونوا من الأغنياء مدعاش الأغنياء ولم يكونوا من رجال العلم أو الثقافة بهذا التمييز لم يكون لهم مركز اجتماعي مرموق لم يكونوا من علية القون كالصدقيين أو الفرسيين ولم يكونوا حتى من رجال الدين يعني إذا واحد عاوز يعلم على الأقل جيب ناس الفهمان بالدين لم يكونوا من رجال الدين البارزين ولم يكونوا أيضا من رجال السياسة جماعة عايشين بيشتغلوا بأشغالهم العادية هؤلاء الناس العاديين جعل منهم أناس غير عاديين من الأمور العادية اللي كانوا بيقوموا فيها جعل منهم يسوع المسيح أن يقوموا بأمور خارقة الكرازة بملكوت المسيح الملكوت الجديد شفاء المرضى إخراج الشياطين وتطهير البرص وإقامة الموتى هذه الأمور تتطلب عمل خارق جدا وهذا العمل كان مؤيد بجلال وسلطان وحضور الرب يسوع المسيح لاحظ أن المسيح لم يبحث عن الأفذاذ ولا الجهابزة يعني ولا اللي عندهم الإمكانيات الهائلة يعني بكل بساطة التلاميذ كان لهم الشرف أن يكون عندهم القابلية للتعلم لكن المسيح شكلهم بالنعمة اختارهم لاحظ الكلام اختار المسيح التلاميذ لا بما عليهم لكن بما سيكونوا فمثلا عندما اختار سمعان بن يونة قال له صفا رح يكون اسمك بطرس يعني شاف بطرس المندفع الجسور شاف بطرس اللي بيشتغل واللي بيعمل شاف بطرس شو رح يكون أو مكانة بطرس في الكنيسة عندما قال بطرس ليسوع المسيح أنت هو المسيح ابن الله الحي أجاب يسوع وقال له طوب لك يا سمعان بن يونة إن لحمن ودمن لم يعلن لك لكن أبي الذي في السموات وأنا أقول لك أيضا أنت بطرس يعني شاف فيه الشخصية اللي عم بيشكل فيها مثل الفنان اللي بينحت مثل الرسام اللي بيرسم شايف الصورة الكاملة لبطرس الرسول أنت بطرس مزبوط من بيت صيدة مزبوط حياتك عادية أنت بطرس وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي وأبواب الجحيم لن تقو عليها وأعطيك مفاتيح الملكوت وهكذا أحب أشكل حياة التلميذ من أناس عاديين حتى يقوموا بعمل خارق بعمل معجزة في العالم الروحي والعالم المادي فالمسيح اختار التلميذ لا بما عليهم مش الإمكانيات الغنى والقوة والعظمة والدين والسياسة والاجتماع لا 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 لكن بما سيكون في المستقبل وفي يد المسيح أحبائي أصبحوا قوة رائعة لا تهزم ولا تتقهقر ولا تتراجع إلى الوراء حقا إنها أو إنه التشكيل النعمة الإلهية تشكيل النعمة الإلهية لا ربما بتسأل ليه خلينا أقولك اختار التلميذ مش بس شخص أو أناس عاديين اختار المسيح مجموعة من التلميذ عجب العجاب يعني خليط عجيب من أطباع من شخصيات من أمزجة كل واحد بيختلف عن التاني ولا واحد حتى مطابق للشخصية الأخرى خلينا أعطيك بعض الأمثلة مثلا إحنا قلنا عن بطرس بطرس الرسول هو الجسور هو المندفع هو الشجاع هو المقدام اللي دائما بيسأل دائما بيتكلم أول شخص هو المستعد يقوم بأي عمل الرب بيطلب منه على طول متسرع عاوز يعمل أي شيء يعني إن كنت أنت هو فمرني أن قات إليك مش عالمي في بستان جاتسماني رح مسك السيف وضرب عبد يعني رئيس الكهنة قطع أذنه اليمنى وهكذا بنشوفه دائما يعني الشخص المندفع اللي بيتكلم بالنيابة عن التلميذ هذه شخصية بطرس من ناحية أخرى أخوه أندراوس الرجل الهادئ الرجل الصامت اللي بيعمل من وراء الكواليس بيعرف إرساليته بيعرف دعوته وكان مركز على الخدمة والدعوة اللي الله دعاه فأندراوس مثلا هو الشخص اللي كان يجيب الناس ليسوع المسيح ستقولي كم نحتاج أندراوس في كنائسنا في هذه الأيام الشخص المشجع الشخص اللي بيبني الشخص اللي مش مركز على ذاته الشخص اللي ينكر الذات ويركز على يسوع عم بيجيب الناس جاب أخو بطرس جاب اليونانيين وهكذا شخصية أندراوس الصامت الهادئ اللي بيعمل من وراء الكواليس مثلا منشوف شخصية يحنى يحنى قبل ما يختبر الامتلاء من الروح القدس كان شخصية عاطفية عنده مشاعر حلوة كان المقرب إلى يسوع المسيح مشان هيك بيسموه يحنى الحبيب واحد من مواصفاته الذي كان يتكئ على صدر الحبيب على صدر الرب يسوع المسيح بس لأنه من الجليل والجليليين معروفين يعني بالمزاج الثورجي مرة كان يسوع المسيح داخل لقرية من قرية السامريين ورفضوا يعطوا الفيزا يعني ما دخلوش يسوع فكان مغتاز يا رب أتريد أن ننزل نار من السماء تحرق هؤلاء الكفرة والزنادقة وغير المؤمنين وإلى آخره قال له يسوع استنى حبيب استنى شوي لستما تعلماني بيتكلم لا يعقوب لا يحنى وأخو يعقوب لستما تعلماني من أي روح أنتما هاي مش روح المسيح ولا تعليم المسيح ولا صفات المسيح ولا محبة المسيح المسيح مش جاء عشان ينطقم من الناس وينزل نار مع أنه عنده القدرة حتى عنده صلب يعني قال ولو أنا ممكن أجيب يعني جمهور جيوش من الملائكة إنه تساعدني لو كانت مملكتي من هذا العالم لكان خدامي يجاهدون حتى يدافع عني بس إلهنا نشكر رب مش محتاج لدفاع ويسوع المسيح الكامل لا يحتاج إلى دفاع بل هو الذي يدافع عن نفسه دع الأسد يدافع عن نفسه فإذن شخصية يحنى بين المحبة والعاطفة بين إنزال النار لكن عندما امتلأ من روح القدس أصبح رسول الله إلى المحبة مثلا نفس الصيغة أخوه يعقوب يعني أمه أو أمهم طلبت إنه واحد يجلس عن اليمين واحد عن اليسار في ملكوت فقالهن يسوع مستعدين تصطبغه يعني تعتمده يعني بيتكلم عن الألام اللي مار فيها مستعدين قاله مستعدين بس طبعا الجلوس عن اليمين واليسار حول أنظارهم مش للأنانية التركيز على الذات لكن على الآخرين شخصية تالتي مثلا من تلميذ المسيح تومة نحن دائما نسمع التعبير تومة الشكاك هو تومة المتسائل العقلاني اللي عاوز يعني براهين اللي تسند وفعلا تؤكد صحة هذا الشيء طبعا الإيمان المسيحي ليس إيمان أعمى لكن إيمان في اليقين إيمان في النور فهذا النور أو هذا المنطق أو هذا الإيمان يقدم على طبق من المنطق فإذن يعني برضو محتاجين تومة مش متسرع يعني هزا بحاول يحلل الأمور لكن لما بيكتشفها بتلاقي أعظم الإعلانات ممكن يطلقها ربي وإلهي اللي صدر من كلام تومة من ناحية تانية احنا قلنا يعني خليط عجيب مثلا خلينا أعطيكو متة متة العشار من كفر نحوم متة هو جابي ضرائب بيجمع الضرائب فطبعا الجابي الضرائب هو بيجمع لصالح الرمان شغل يعني بيزنس الرمان بياخده برسنتج نسبي معينة وبعدين أنت وشطارتك فطبعا لأنه بيجمع الضرائب فيه عملية نصب عملية ربح عملية طمع وبما أنه بيعمل لصالح الرمان فيعتبر عميل ويعتبر خائن مع أنه يهودي لكن المسيح دعاه وهو كاتب بشارة متة اللي تعتبر واحدة من البشائر الرائعة جدا يكفى أن نقول عزة المسيح على الجبل في بشارة متة بالمقابل المسيح اختار سمعان القانوني سمعان القانوني بحسب لوقة هو سمعان الغيور الغيور هم جماعة زي فئة من فئات اليهود زي ما فيه الفرسيين والصدقيين والاسينيين اللي كانوا عايشين عند بحر الميت والهردسيين فيه جماعة أسهم الغيورين شو هي جماعة الغيورين طبعا أنا بقتبس المؤرخ يوسيفوس هؤلاء متعصبين جدا لقوميتهم إلى أبعد الحدود عم بيطالبوا بالحرية بس عن طريق الإطاحة إطاحة الرمان مستعدين للموت هاي الجماعة اللي بتقول بالروح بالدم نفديك يعني بيتكلموا عن الوطن تبعهم كانوا بيرفضوا لقب ملك لأنه لا يوجد ملك إلا الله الله هو الملك الذي يملك عليهم هذه الجماعة جماعة ثورجية يقومون بالاغتيالات والأعمال التخربية فطبعا يعني شوف المزيج والخليط من هذه الجماعة متى يعتبر عميل سمعان الغيور يعتبر الثورة يعني هو الشخص اللي ممكن يحط سكينة في قلب متى لكن المسيح دعاهم المسيح وحدهم والمسيح أيضا شكلهم أنا عاوز أكمل الدراسة لكن بدعوك أنه إذا في عندك سؤال أو أي استفسار من فضلك اتواصل معنا سأعود بعد هذا الفاصل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة يسوع المسيح دعونا أكمل يعني أن يسوع تعب عليهم ليل نهار كانوا مع يسوع المسيح ثلاث سنين وشوي ناموا معاه أكلوا معاه شربوا معاه سافروا معاه شافوا طباع المسيح شافوا حياة يسوع المسيح شافوا أخلاقيات يسوع المسيح شافوا قدرة المسيح الخارقة شافوا تعليم المسيح الفريدة المتميزة يعني كان المسيح صوت وصورة وهذا هو أفضل أنواع التلمزة اليوم طبعا الإرساليات المسيحية بحاولوا يقوموا في كل أنواع برامج التلمزة لكن هذا النموذج للتلمزة هو أنجح أسلوب لما أنت بتعيش وبتعايش الشخص اللي بتتعلم وبتتلمز على إيديه وهذا يعتبر أعظم شيء فالسؤال لماذا اختار المسيح رجال عاديون مش من علية القوم وليه اختار 12 التلميذ طبعا يعني خلي بالك أنه متى هو اللي بيتكلم عن المسيح لتتميم النبوة أنه هو المسيح ابن داود يعني اللي جاء من نسل داود واللي تمت فيه نبوات العهد القديم فبيتكلم طبعا لفكر يهودي لأنه هذا الإنجيل متى مكتوب لليهود فكأنه عم بيظهر أو بوري صورة على الأرجح أنه اختار 12 هذا الشيء المتعارف عليه يعني في القديم أولاد يعقوب كانوا 12 اللي هم أصبحوا أصباط إسرائيل الأثنى عشر اللي هو المملكة المتحدة يعني كل الأصباط أولاد يعقوب 12 ما كانوش بيرفكت ما كانوا كاملين بالدليل أنه رأوا بين أخطأ مع زوجة أبوه فرفض شمعون أولاوي قتلوا بدم بارد رفضوا الصبط الرابع اللي هو كان يهوذا اللي جاء منه يسوع المسيح برضو عنده عيوبه وعنده مشاكله ليهوذا بتطلع بتدرس كل الصبط يعني إذا الأبو كان عنده مشاكله الأولاد كمان عندهم مشاكلهم لكن هذه الأصباط توحدت وهي الأصباط أصبحت إسرائيل 12 صب وكأنه اختار 12 هؤلاء إسرائيل الروح الجديد العهد الجديد ف12 تلميذ اختارهم زي بالقديم زي ما موسى اختار 70 كمان المسيح اختار 70 تلميذ اللي ذهبوا وكرزوا بس 12 تلميذ هم الدائرة الأقرب إلى يسوع المسيح نعاوز أقرأ آية من سفر الرؤية إصحاح 21 والآية 14 بيتكلم عن تلميذ المسيح وصور المدينة كان له 12 أساسا وعليها أسماء رسل الخروف الاثني عشر طبعا بيتكلم عن كمان أسماء أصباط بني إسرائيل الاثني عشر يعني في النهاية في أواخر الأيام في أورشاليم الجديدة النازلة من السماء بيتكلم عن أصباط 12 وبيتكلم عن رسل المسيح 12 لكن اللي بميز كمان بالعهد الجديد مثل ما ذكرت أنه كانوا عاديون ثقافتهم محدودة وشخصياتهم متباينة لكن هؤلاء 12 تلميذ أحبائي أصبحوا حجر الأساس اللي اللي بنيت عليها الكنيسة مثل ما بقول الكتاب في قفل 22 مبنيين على أساس الرسل والأنبياء ويسوع المسيح نفسه حجر الزاوية يعني اللي بيمسك وبركب كل البناء وفي كرونتوس الأولى صحاح 3 مكتوب عن يسوع ويسوع نفسه حجر الزاوية فإذن يسوع هو الأساس وهو الحجر الزاوية اللي بيمسك كل البناء اللي هو الكنيسة الكنيسة اللي تشكلت على أساس الرسل والأنبياء فإذن الكنيسة هي إسرائيل الروحي الجديد فإذا أنا حباق نشوف عدة أمور المسيح اختارهم أول شيء مش من عبث بعد قضاء ليلي كاملة من الصلاة وخلي بالك لما كان بيصلي للرب للآب قال له يعني لم يهلك أي أحد منهم إلا ابن الهلاك لكي تتم النبوة بيتكلم طبعا عن يهود الإسخريوتي هؤلاء التلاميذ اللي اختارهم دعاهم وسماهم رسلا رسل يعني هاي الرسالة في العهد القديم وفي العهد الجديد فالله هو مرسل الأنبياء يسوع أيضا في العهد الجديد هو الذي يرسل الأنبياء وأيضا أحبائي في العهد القديم مكتوب من أرسل ومن يذهب من أجلنا وهكذا بإرسالية المسيح نشوف أنه هو بيبعث رسل حتى يرسلهم مش بس المسيح اختارهم المسيح دعاهم دعوة مقدسة بدون إرغام أعطاهم الفرصة أن يتركوا في يحنى 6 لعلكم تريدون أن تتركون قال بطرس إلى من نذهب وكلام الحياة الأبدية عندك ونحن قد عرفنا وآمنا أنك أنت هو المسيح ابن الله الحي تتصور المسيح لم يكن يبحث عن شعبي أعطاهم الفرصة يتركوه فكانوا متطوعين كانوا مخلصين كانوا أمناء تركوا كل شيء لم يعدهم المسيح في بركات أرضية بل الألم وحمل الصليب والعاوز أقوله في شيء مهم جدا أحبائي المسيح أو تلميذ المسيح إرساليتهم كانت واضحة شافوا المسيح عاشوا مع المسيح شافوا حياة كاملة شافوا المسيح اللي قال أنا هو نور العالم فتح عيون العمي شافوا المسيح كيف يطهر البرص ويقترب منهم شافوا المسيح يقيم الموت شافوا المسيح الذي يخرج الشياطين شافوا تعليم المسيح الفريد من نوعه شافوا حياة المسيح يعني أخلاقيا معجزة كانت تعتبر شافوا بأم عينهم لكن في شيء أهم أحبائي كل يعني توقعات ومرجاء ذهب أدراج الرياح لما مات المسيح على الصليب لكن شافوا المسيح اللي قام من بين الأموات حي أمام عيونهم لمدة أربعين يوم ثم شافوا المسيح وهو يصعد حي إلى السماء وطلب منهم أن يمكثوا في أرشاليم إلى أن يلبسوا قوة من الأعالي هو الروح القدس ولما حل الروح القدس على التلاميذ راح الخوف أجت الشجاعة معجزة في أي شيء في كل هذا الوجود بهمهم معجزة في كل الدنيا بيفرق معهم كلهم أحبائي شافوا القيامة وامتلأوا من الروح القدس وفعلا ابتدأوا بأرشاليم وكانوا يتكلموا بجهارة ويقولوا لليهود أنتم بأيدي أثمة صلبتموا ولكن الله أقامه ونحن شهود لذلك تغيرت حياتهم هذا التغيير الجذري في حياة التلاميذ هو كان شعلة نار لبداية الكنيسة تعرف حبائي المسيح لم يعدهم لا بالخيل ولا بالنساء ولا بالسبايا ولا بالغنى ولا أنك بتفوت على مكان مثل ما حكينا عن آية صوفية لما دخلوها كيف كان اغتصاب وقتل وأمور مشينة يعني عيب حتى الواحد يذكرها من من هذا المكان بالعكس كانوا مليانين محبة مليانين سلام واجهوا أشر بل أشد العذابات من أجل يسوع المسيح طيب لا بيت ولا خيل ولا نساء ولا أي وعود ما كانش خلاص عينيهم راحت عن الأرض الأرض ما عادش تهم بالنسبة لهم كل اللي بهمهم هو السماء المملكة الروحية مش المملكة الأرضية وهاي الانطلاقة والشرارة اللي اندفعوا فيها كانوا بيحبوا بعض التلاميذ ما فيش اغتيالات بناتهم ما فيش شيع ولا فيه أحزاب كل واحد بيقدم الشخص الآخر وذهبوا إلى كل أقصى الأرض إلى ثلاث قارات إلى أخطر الأماكن إلى أصعب الأماكن واجهوا أشد العزبات والصعوبات من أجل يسوع المسيح لأنه اختبروه ما عادش الأرض ما عادش هاي الحياة تفرق معهم ثم أحبائهم ثم أحبائي اختارهم ليكونوا معه بحسب بشارة مرقص يعني يعيشوا في محضره قبل أن يخرجوا للعالم يتزودوا بالقوة بالشركة مع يسوع المسيح أن لا يرتبكوا بأعمال الحياة الغير مثمرة ولا مجغوليات هذه الحياة كان عندهم تركيز الرسل أنا بقصد وكل التركيز هو إعلان يسوع المسيح دعاهم أن يكونوا رسل والمرسل هو المكلف بمهمة مبعوط سفير ليسوع المسيح حاملا كلامه ومحبته وصفاته كماله وجماله ومثاله أيضا فكان بالنسبة لهم يسوع كل شيء أعلنوا للبشر ثم دعاهم أحبائي حتى يكونوا كارزين يعني الكارز هو اللي بيحمل الأفكار مثل ما ذكرت مش رأيه الخاص فكر يسوع المسيح يعني بكملوا برسالة وإرسالية المسيح حتى يبلغوها للناس والرسالة مثل ما اكرزوا اشفوا مرضى طهروا برسا أقيموا موتى أخرجوا شياطين هذه بكل بساطة كانت إرسالية التلاميذ كانوا من سيادين السمك تبعوا يسوع المسيح وهذا مش معناته ما فيش دور للنساء مريم المجللية ونساء أخريات اللواتي خدمنا يسوع المسيح مريم المجللية كانت من أوائل الشهود شهدت لقيامة يسوع المسيح حبائي هؤلاء التلاميذ واجهوا أشد العزبات خلينا أقول أندراوس صلب بشكل أكس في اليونان يهوذة لباوس ضرب بالقوس بسهام متياس اللي أخذ مكان يهوذة الإسخريوطي رجم ثم قطع رأسه فليبوس شنق في اليونان توما تمطعن بالرماح في الهند يعقوب أول رسول اللي قطع رأسه هيرودوس أغرباس في أعمال اتناعش يعقوب بن حلفة ألقي من الهيكل بطرس الرسول صلب بالمعكوس منكس الرأس متى قتل بالسيف بارتلوماوس اللي هو ناثنائيل صلب وهنا عم بيصلبوا فيه كانوا بيسلخوا جلده بيسلخوا جلده وهو بعده على قيد الحياة إن دم الشهداء هي بزرة الكنيسة يحنى الحبيب حطوه في الزيت المغلي وعاش لأن الرب وعد إنه مايموتش لكن بردو السبية إلى جزيرة بطمس اختارهم حتى يكونوا معاه مش بس هني استفانوس رجم بولس قطع رأسه لوقة قتل الرسول مرقص كمان أيضا قتل لما بتقرأ تاريخ الكنيسة كم من التلميذ اللي قتلوا من أجل يسوع المسيح لم يأخذوا شيء معاهم بس المسيح كان معهم حاضر معهم بحضوره بسلطانه بقدرته كان يسدد احتياجاتهم مثل ما ذكرت ما كانش في طمع ما كانش في اغتيالات ما كانش في سيف ما كانش في غزوات ما كانش في عنف كان يروحوا كانوا يقتلوا من أجل المسيح لكن غيروا العالم القديم بأقل من 25 سنة أعطاهم سلطان مخول سلطان إلي على الأرواح الشريرة وعلى المرض هؤلاء هم تلميذ المسيح باختصار شديد أحبائي خليني أخذ مكالمة معنا أبو مهند أهلا وسهلا أبو مهند انت معانا على الهوى أبو مهند انت معانا على الهوى أبو مهند أبو مهند أبو مهند أبو مهند كتير كتير مهم المسيح ما عملش أي أي يعني شيء اللي يكون محفز للتلاميذ ما وعدش بطريق مفروش بالورود إن أراد أحد أن يتبعني فلينكر ذاته ويحمل صليبه كل يوم ويتبعني بتعرف أني عاوز أقول شيء كتير كتير مهم لكل أحبائنا اللي بشفونا بالشرق الأوسط وبشمال أفريقا وانتو عارفين بكل وضوح اليوم في ألاف عشرات الألاف بل بالحري مئات الألاف من أحبائنا المسلمين اللي بيجوا ليسوع المسيح وبتعرفوا يعني صدقوني لا في فلوس ولا في أي طموحات ولا في أي وعود ولا صفر ولا مبالغ ولا أي شيء بل بالعكس عم بيجوا للرب يسوع لأنه بيحبوه وكتير من اللي أنا بتكلم عنهم بيواجهوا اضطهادات من أهليهم من أحبائهم سواء اضطهادات سياسية من الحكومة اضطهادات دينية من رجال الدين اضطهادات اجتماعية من العيلة اضطهادات فكرية يعني واحد بيدور على شغل مش عم بيلاقي شغل تعرف ليه لأنه مسيحي مع أنه عنده كل الكفاءات واحد بيكون ناجح بالمدرسة وبتفوق بالجامعة ما بنجحه ليه لأنه مسيحي والعاوز أقوله رغم كل هذا الله بيغير والله بيعمل حتى يومنا هذا وأنا أتكلم أحبائي مش أي ناس عندك من كل نوعيات الناس السياسية والدينية كل نوعيات الناس عم تيجي للرب يسوع المسيح وبالأماني بحياتنا بحياتنا ما وعدنا أي شخص أي شيء بل بالعكس أحبائي اللي من خلفية إسلامية دايما بيعرفوا بكل تأكيد أنه أنت رح تواجه الاضطهاد رح تكون مكروه من المجتمع تبعك من السياسة رح يعتبروك خاين مع أنه المسيحيين معرفين بوطنيتهم كلهم بيحبوا بلادهم صدقوني أكتر ناس بيصلوا يعني إذا في حكام أو قادة بيسمعوني يسمعوني من فضلكم أكتر ناس بتصلي من أجلكم هم المؤمنين وصدقني هؤلاء اللي اختبروا المسيح من خلفية غير مسيحية ما تتصورش كمية الصلاة من أجل القيادات السياسية والدينية والروحية بيصلوا من أجل بركة البلد حتى الرب يزود البلد بالخير وبالنعمة وبالبركة أيضا هؤلاء الناس فيش أي وعد بالربح المادي بل بالعكس بيتحملوا ألام الصليب والاضطهاد الفكري والجسدي والبعض عم بيقتل من أجل رسالة يسوع المسيح فما تحكي لي أي كلام تزدت وزدت هيك مرات على الفيسبوك هاي ناس عم بتضحب كل غال ونفيس أنا ممكن أحكي لك أغنياء فقدوا كل ثروتهم من أحباءنا المسلمين أنا بعرف واحد عنده 12 محل خسرهم بين عشية وضحها واحد عنده محل كبير مشهور حرق ليه؟ لأنه صار مسيحي مع أنه بحب أهله وبيصلي لأهله وبيحب بلده وبيصلي من أجل بلده لكن كل ما هناك أنه اختار يسوع المسيح اختار الألم اختار طريق الصليب اختار مين اللي بده التعتسي والبهدلي والزلطة طب ما الناس أسهلها ما أكثر تجار الدين وما أكثر المرائين والكذبين في هذه الأيام مين مستعد يضح بسمعته بكرامته ببيته وبأمواله بكل ما من أجل خاطر يسوع المسيح في ناس لليوم ما زالت بتدفع الثمن بتكلمش نعم من 2000 سنة بتكلم على اليوم عشان هيك مئات الألاف اللي آمنت بيسوع المسيح وخسره خسره كتير أشياء وأنا بصلي أنه وحدة الكنيسة زي كيف كانت يهود وأمم ناس من خلفه إسلامية مسحية يكون في اتحاد كامل ونصلي حتى كل الجسد يسدد احتياجه رح أرجع لأبو مهند أهلا وسهلا أبو مهند اتبعان على الهوى مساء الخير مساء الخيرات أبو مهند تفضل تفضل أبو مهند علينا علينا أن نقوم بإتمامات مميزة كما قال أبو لس الرسول إلى تلميذ هيت المتاوس فاشترك أنت باحتمال المشاقات مني طالح يتبع المسيح قال المسيح أيضا أن أراد أحد أن يأتي ورائي ولينكر نفسه ويحمل صريبه ويتبعني هذا يعني أنه علينا أن نطيعه راعة كاملة بالغضل وعضراتنا وراحتنا يعني أيضا أن نحتمل التعيرات والطرد حتى الاتهادات الجسدية من أجله لأنه مع تحملنا المشاقات والألام والضيقات والتجارب إلا الخدمة لا له فأننا سننال منه المكابعة عند مجيئه الثاني ليس هناك مضحية عظيمة من أجل الذي ضحى بنفسه من أجلنا وتحية محبة للأخ نزار شهين شكرا كتير أبو مهند الرب يباركك الرب يباركك طيب أحبائي المسيح اختار التلميذ دعاهم صاروا تلميذ صاروا رسل دعاهم ليكونوا معهم يتمتعوا أن يشفوه مش كلام تعرف احنا نحب الكلام والشعارات والاعتبارات تخيل أنك تقعد مع شخص ثلاث سنين ونص شايف حياته تصور للكتب يعني قيل عن يسوع لم يفعل خطية لم توجد فيه خطية إذ كان يشتم لم يشتم عوضا لم ينتقم لم يحمل السيف بل وهو على الصليب قال يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يدرون ماذا يعملون تخيل هذه الشخصية استطاعت أن تغير العالم وهل العالم يريد نظام غير هذا النظام تخيل إذا العالم عاوز نظام القوة والانتقام والقوة بيوكل الضعيف وبيغتصب الضعيف والشرور والقتل والسيف والعنف أي مجتمع أي عالم رح نعيش فيه لكن برضو مواصفات آخر الأيام رح الناس تكون شرسين مقتحمين متصلفين متكبرين متعزمين عنفين عارف يعني عنف شراسة ورح يكونوا مقبولين تتخيل أنه الآية رح تنعكس وبعدين حيقولوا شايف احنا ديانتنا عم تصل والكل عم بيقتنع لأنه خلي بالك يعني قال الكتاب ويل للقائلين للشر خير والخير شر للظلمة نور ونور الظلمة لما الإنسان بينعم روحيا بيصير تحت ضربة الأرواح الشريرة وإذا الأرواح الشريرة في آخر الأيام يعني بيقول في آخر الأيام يتبعون تعليم شياطين طب شوه الشيطان مكتوب إله هذا الدهر قد أعمى أذهان غير المؤمنين لألا تضيء لهم إنارة إنجيل مجد المسيح الذي هو صورة الله فإذا يرفض مش شايف الشمس ولكنه مش شايف الشمس أعمى والعالم بيفتخر بالأغلبية وبيفتخر بالكثرة كأنه النجاح بهذه الكثرة أحبائي الرب يسوع جاي عن قريب أوعك تجازف ولا تقامر ولا تغامر بحياتك أوعك تزدري بروح النعمة هاي النعمة اليوم موجودة ممدودة لإلك عطية الله مجاني إقبلها اليوم عم يفكر شوي يقول له افتح فيه أبسط من هاي يقول له يا رب بس افتح لي مخي افتح لي عقلي بحال ما يفتح لك مخك بدك تكتشف الحق مش ممكن الحق يعني إذا أنت فعلا بدك الحق بدك المعرفة رح تصل إلى يسوع وهكذا أحبائي يسوع هو فعلا مثالنا وكمالنا أنا عاوز أقول لكل شخص الرب يسوع جاي عن قريب جدا اليوم إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم هو ذا الآن وقت مقبول هو ذا الآن وقت خلاص أوعك تغيب الشمس الناس عم بتروح شمال يمين عم بتموت ومش عم تدرك أهمية هذا الموضوع أنا بدعوك اليوم إنك تقبل يسوع المسيح تخليه غير حياتك جاي عن قريب ورح تواجهه إذا أنت كنت غير مؤمن رح تواجه الدينون والهلاك إذا أنت مؤمن في المسيح رح تواجه يسوع وابتسامة يسوع وقبول ورضة يسوع والحياء الأبدية مع يسوع خليني أخد مكالمي واتس آب من الأخ عادل من المغرب أهلا وسهلا أخ عادل تفضل اتماعان على الهوى أخ عادل من المغرب أخ عادل تفضل اتماعان على الهوى أوكي طيب بعطيك كمان أكم تاني أخ عادل ممكن ترجع لنا أخ عادل أوكي طيب أحبائي في غاية الأهمية لكن في غاية الخطورة يقول الكتاب المقدس أم تستهين بغنى لطفه وإمهاله وطول آنته غير عالم إن لطف الله إنما يقتادك للتوبة ولكنك من أجل قساوتك وقلبك غير التائب تذخر لنفسك غضبا في يوم الغضب واستعلان دينونة الله العادلة الذي سيجازي كل واحد حسب أعماله تفرج الدنيا شو عم بيصير فيها اليوم هل أنت مستعد هل أنت مستعد رب حبك يعني اختارك اليوم أم اختار الله جهال العالم ليخزي الحكماء أم اختار الله ضعفاء هذا العالم ليخزي الأقوياء أم اختار الله المزدرة وغير الموجود ليبطل الموجود إذن لا يفتخرن الحكيم بحكمته ولا الجبار بجبرته ولا الغني بغنى بل بهذا ليفتخرن المفتخر بأنه يفهم ويعرفني إني أنا الله يعرفني يفهم يعرف الله وهذا هو اللي من كل قلب يبصلي أنك تختاره اليوم أخذ مكالمة مكالمة أخيري أهلا وسهلا أخت فريال اتماعان على الهواء على البرنامج الرائع والموضوع الرائع أخي زار أنا أضيح أخيرا أقول أنه كثير من الفلسفات والأديان تحول الإنسان الطبيعي إلى إلهابي وعدواني وهذا سهل جدا ولكن فقط المسيح له كل المجد هو من يغير الإرهابي الإنسان الإرهابي والأدواني والشريف إلى إنسان وديع وإنسان طبيعي لأن ليس في شخصية المسيح له كل المجد ولا في تعاليمه أي موقف عنف أو قتل أو تحريف القتل أو دمار أو سلب له كل المجد فلهذا كثير من الأخوة العابرين ونحن نسمع اختباراتهم كانوا كانوا أدوانيين كانوا إرهابيين لكن لما نعرف المتيح أصبحوا خليقة جديدة نشكر هذا الإله الذي غير الإنسان من الأدواني إلى الإنسان الوديع مثل ما غير رسول بولوس من شاؤل إلى رسول بولوس العظيم شكرا أخي نزار والرب يباركك ربنا يباركك يا أخت فريال شكرا كتير لإلك على المداخلة ربنا يباركك أحبائي تلاميذ المسيح هم صورة طبق عن يسوع المسيح قال يسوع ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يضع أحده نفسه لأجل أحبائه الرسول يحنى كتب نفس الآية أن يضع نفسه لأجل الإخوة وهكذا التلاميذ راحوا للهند لأرمينيا لأفريقيا لمصر لشرق أوروبا لغرب أوروبا لشمال أفريقيا لأسيا الصغرى تغير كل العالم القديم ثلاث قارات مش بالسيف ولا بالإرهاب ولا بالإغتيالات ولا بالدم ولا بالحروبات ولا بالسبي ولا الغزو والآخر بالمحبة بالتسامح بالغفران شافوا ناس سماويين فعلا عايشين حياة السماء على الأرض وقالوا إحنا هاي الحياة اللي بدنا إياها مين عاوز يعيش بطغيان وبإزلال وبقهر وإن غيرت بدك تموت وإن عملت رح تموت لا 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 تعال ليسوع المسيح بحل مشاكلك على الأرض وبحل مشاكلك كمان في السماء أيضا المسيح موعد في أملاك أرضية بس الرب وعد كمان في بركات الله بيباركنا وبسدد احتياجاتنا يكفي أن نقول حضوره معنا خير ورحمة رح يتبعنا لأن المسيح معنا أنا بصلي أحبائي كما كانوا تلميذ المسيح تستمر الصورة والرسالة إلى يومنا هذا الرب معك اشتركوا في القناة